وطبعاً بإنجيل يحنى يعني واضح أنه الرب يسوع بيتكلم لأني نزلته من السماء يعني واضح أنه كان فعلاً يعني عند الله عند الله يعني بتشوف هنا الأقنوم يعني مستقل في كيانه مع الله مع أنه واحد في الجوهر من الأزل ولكن بتشوف أنه في علاقة في شركة ولكن مستقل كان الكلمة الله تعبير عن الجوهر واحد مع الله وطبعاً يعني مهما حاولنا نفسر في المنطق البشري صعب أنه نوصل إلى الله منحاول نفسر في الأشياء اللي إحنا أو أعطيت إلنا أن ندركها من خلال الزمن فالله خارج نطاق هذا الزمن ولكن شيء واضح يعني أنه مش يعني مش بيكلم شيء متناقض شيء يعني حتى كان مقبول حتى في الفلسفات القديمة يعني أنت ذكرت أنه بالنسبة لليونان الفكر الإلهي العقل الإلهي المنطق الإلهي الحكمة الإلهية ولكن أراد يحنى اللي برضو عنده الفكر اليوناني يعني مطلع عليه ولكن أراد أن يحارب بدعة وسمى بدعة الغنصيين أراد أن يظهر شخص المسيح أنه أنه هذا الكلمة صار شخص وهذا الشخص عم نشوف مجد وعم بركز على مجد المسيح على شخص المسيح اللي صار معنى اللي حل بيننا أمين عشان هيك قال في العدد الصح الأول عدد 14 الكلمة اللي هو تكلم عنها في الآيات الأولى إنه في البدء كان الكلمة بقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده فهو في وقت معين هذا الكلمة أخذ جسد وصار مثلنا إحنا البشر وعاش بيننا وبقول رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق صحيح هو إنسان بقول يحنى لكن هو كان إنسان غير عادي إنه مش بركز على الفكر والمنطق لكن عاوزي قلنا إنه هذا اللي أنتو بتآمن هو شخص حقيقي فعليا جاء المسيح في الجسد اشتركوا في القناة